السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن مواساة من مات له من الاولاد فالاولاد نعمة من افضل النعم التي تكرم بها المولى عز وجل على بني الانسان الاولاد والبنات زينة الحياة الدنيا لا يحس بقيمتها الا من حرم منها او من فقدها الاولاد هم هبة الهية ومنحة ربانية لا تقدر بتمن يهب لمن يشاء انثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا وانثا ويجعل من يشاء عقيمة ربنا سبحانه وتعالى يتصرف في عباده ويتصرف في اقدرهم ولعل من اشد المصائب هي ان تفقد الولد ان تفقد طفلك الذي هو قطعة من كبدك ليس بالامر الهي وليس بالامر السهل انه كسهم اقتلع من فؤادك وقديما قال الشاعر انما اولادنا اكبادنا ارواحنا تمشي على الارض ان هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض اولادنا اكبادنا تمشي على الارض وفقدان الولد هو من اكبر المصائب التي لا يتحملها الا من كان مؤمنا الا من كان صابرا الا من كان راضيا بقضاء الله تعالى ولعلنا جميعا ايها الاحب الكرام عشنا اوقات عصيبة لاناس فقدوا اولادهم وفقدوا بناتهم اما عند الولادة او عند المخاض او عند الرضاع او لما ساروا اطفال او لما ساروا صبيان او لما ساروا يافعين او لما ساروا شباب كل هذه المراحل من فقد شيئا من اولاده فان تلك مصيب عظيمة وجلد الانسان يحتاج الى قوة ربانية ايمانية لكي يصبر ويحتسب لهذا الله سبحانه وتعالى جعل قدوتنا واسوتنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل ما يقع من البلاء وكل ما يقع من الشدائد والكروب ضاق منه اولا سيدنا محمد اي شيء في الوجود مهما ذهب خيالك بعيدا من الشدائد والكروب اول من ضاق منها واول من تألم بها هو نبي الاسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمثلا ونحن اليوم نتحدث عن وفاة الاولاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رزقه الله تعالى بسبعة من الاولاد تلاتة من الذكور واربع من الانات وماتوا له جميعا دفنهم بيده الكريمة باستثناء فاطمة التي توفيت بعده بحوالي ستة اشهر اكبر ابنائه صلى الله عليه وسلم هو القاسم القاسم انجبته امه السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قبل البعثة لما رزق النبي الكريم بهذا الولد سماه القاسم وكان به فرحا كان به مسرورا قبل ان ينزل عليه الوحي من السماء ولهذا يسمى ابا القاسم عاش معه بضعة شهور حتى بلغ سن المشي تجاوز الرضاع وصار يمشي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ذاك قبل البعثة يداعبه ويفرح به لان سيدنا النبي ما كان عنده اخوة وما كان عنده من يؤنس وحشته فرح بهذا المولود لكن لما بالغ ما يزد عن سنتين ونصف مرضا مرضا شديدا فمات متى مات هذا الولد وحازن عليه النبي الكريم حزنا كبيرا وحازنت عليه امه خديجة بنت خويرد والامر لله من قبل ومن بعد رحم الله تعالى القاسم وابا القاسم كان سيدنا النبي كنا به ثم بعد ذلك سيدنا النبي سيرزقه الله تعالى ولد اخر من امنا خديجة رضي الله عنها وسماه عبد الله على اسم ابيه ابو النبي الكريم مات وسيدنا النبي لازال جنين في بطن امه كان اسمه عبد الله فلما اكرمه الله تعالى بهذا الولد وذلك بعد البعثة كان ربنا قد اكرمه بالوحي وكلفه بتبليغ رسالة الاسلام وكان احب الاسماء اليه ما عبد وحمد فسماه عبد الله ولقابه بالطاهر والطيب لان مجيئه كان بعد البعتة النبوية مرة ينادونه عبد الله ومرة يلقب بالطاهر ومرة يلقب بالطيب وكان سيدنا النبي فرحا مسرورا بهذا الولد ولكن شاءت حكمة الله تعالى ايضا ان يصاب بمرض يصيب الاطفال الصغار فمات وهو في سن الرضاع امنا خديجة كانت تبكي بكاء شديدا وسيدنا النبي كان يهدئ من روعها وكان يقول لها يا خديجة هناك مرضعة في الجنة سترضعه امنا خديجة لم تصبر على فقدان الولد الاول القاسم ولما ضاع منها الولد الثاني عبد الله انفطر قلبها وهو كان رضيعا ولكم ان تتخيلوا المرأة التي المرأة التي تضع ابنها على صدرها وتعيش معه كل ليلة بالرضاع لما يضيع كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انذاك قد اكرمه الله بالنبوذة وبالوحي وكان يخبره المولى عز وجل عن ما وراء الحياة الدنيا فقال ابشري يا خديجة ان ابنك الان في الجنة وقد كلف الله تعالى له مرضع خاصة من اهل الجنة ترضعه فكان يقول اسمعي فتضع اذنها وتسمع تسمع صوته في الجنة وتسمع ضحكاته مع مرضعته فكان ذلك مما يطمئن قلبها ويخفف عنها وكانت تقول صدقت يا رسول الله صدق الله وصدقت يا رسول الله هذا بعد البعثة ثم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد رزق بولد اخر من السيدة مارية التي اهدى له مقوقس مصر ورزق منها بولد وسمه ابراهيم كان هذا الولد يقول يشبه ابراهيم الخليل عليه السلام فسيدنا النبي رأى في الاسراء والمعراج التقى بالانبياء ورآهم ووصف شكلهم ومن بينهم ابراهيم الخليل عليه السلام فلما رزق بهذا الولد سمه ابراهيم على جده الاكبر ابراهيم الخليل كان يحبه حبا جميلا كان سيدنا النبي دائما يعانقه ويقبله ويبالغ في شم رائحته وكان دائما يداعبه وفي يوم من الايام وعمره انذاك اقل من ثلاث سنوات اصابت حمى شديدة فمات ابراهيم دخل النبي الكريم وهو كعادته يعانقه ويقبله ويشمه فبدأت عيناه تدريفان حتى ابتلت لحيته رآه الصحابة وحزنوا لحزنه فقال صلى الله عليه وسلم ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وان لا نقول الا ما يرضي الله وان لله وان اليه راجعون وان بفرعك يا ابراهيم لمحزنون كان سيدنا النبي يبكي والصحابة حوله يبكون حتى ان ذلك اليوم كان يوما عظيما وقع فيه الخسوف والكسوف فقال الصحابة حتى الشمس والقمر حزنتا لحزن النبي الكريم فقام خطيبا في الناس وقال ايها الناس ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تنخسفان لموت احد ولا لحياته هذا سيد الخلق هذا خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حكمة الله وقدرة الله شاءت ان يموت ابنائه الدكور اثناء حياته ويدفنهم بيديه الكريمتين حتى ان بعض العلماء وبعض الفقهاء تسألوا لماذا وقع للنبي الكريم هذا الامر لعل وراء ذلك حكم حكم متعددة اي نعم لعل الحكمة هي ان لا تكون النبوة لابنائه من بعده فسيدنا ابراهيم الخليل كانت لابنه اسماعيل ولابنه اسحاق نبوة من بعد ابيهم ابراهيم لكن الله تعالى جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وخاتم المرسلين ولا نبي بعدي وكأن الله تعالى اراد ان يقطع نسله من الدكور حتى لا يكون هناك نبي من بعده لهذا كان الصحابي الجليل انس ابن مالك يقول لو عاش ابراهيم لكان صديقا نبيا لو عاش ابراهيم ابن النبي وهو صغير لكان صديقا نبيا هكذا سيد الخلق الحكمة ان الله تعالى جعله اخر الانبياء وان لا يكون له وريث قد يكون فيما بعده صديق او نبي وايضا في ذلك موساة للذين اعطاهم الله الاولاد وماتوا لهم اي مؤمن او مؤمنة اذا ابتلي بوفاة اولاده اكيد سوف يحزن حزنا شديدا ولطالما عشنا مع عائلات ومع اسر هذه المأساة كانت قوية وفضيعة ومؤلمة لكن لما يتذكروا بان سيد الخلق محمد بن عبد الله توفي ابناءه في حياته ودفنهم بيده الكريمة يكون ذلك مؤساة موساة للقلوب وايضا للذين لم يرزقهم الله الدرية هناك اناس لم يعطهم الله تعالى لا ذكور ولا انت ويجعل من يشاء عقيمة ثم ان الله تعالى جعل هذا ابتلاء الحياة الدنيا ايها الاحباء الكرام لا ينبغي ان ننسى ابدا بانها قائمة على الابتلاء خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن وعمل الدنيا قصيرة قصيرة تلات دقائق الدنيا كلها سبعين سنة تساوي تلات دقائق في ملك الله لان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون لكن هذا الابتلاء الذي هو قصير في الدنيا بعد ذلك في الدار الاخرة يكون هناك نعيم ويكون هناك اكرام ويكون هناك خير ليس له حدود فالابتلاء هذا لا يعطيه الله لأي كان يعطيه فقط للاولياء وللمقربين وخصوصا الانبياء قال صلى الله عليه وسلم لما سئل سأله سعد ابن ابي وقاص يا رسول الله اي الناس اشد بلاء قال الانبياء قال ثم من قال الامتل فالامتل يبتل الرجل على حسب دينه فان كان في دينه صلبا اشكد بلأه وان كان في دينه رقه ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه الله يمشي على الارض وما عليه ذنب هذا البلاء ايها الاحب الكرام نحن نخاف منه ونتبرأ منه ونستعيد بالله منه هل تعلمون ان البلاء هو هدية عظيمة لا يعطيها الله تعالى لأي كان انه يخص بها الانبياء والصديقين ثم الاولياء المقربين ثم الامتل فالامتل اذا اردت ايها الانسان ان تعرف قوة دينك فانظر مقدار بلائك اذا كان عندك بلاء شديد معنى هذا ان الله تعالى يعلم ان في دينك صلبه لهذا اعطاك هذا البلاء واذا كان في دينك رقة فربنا يعطيك بلاء بسيطا على قدر دينك هكذا هي الحياة ايها الاحب الكرام ينبغي ان نستحضر باننا كلنا نحن ضيوف في هذه الارض في هذا الوقت الوجيز نحن ضيوف وكل ما عندنا يسمى عارية كل ما عندنا من ممتلكات من اموال من دور من سلطات من امتع عارية سيدنا عبدالله بن مسعود الرجل الذي امتلأ قلبه بالايمان كان يرى بعض هذه الامور في الحياة وقد صار حكيم كان يقول ما منكم الا ضيف وماله عارية فالضيف مرتحل والعارية مؤدات الى اهلها كل ما عندك حتى اولادك اولادك هم عارية ربنا اعطاها لك وقد يأخذهم اي حيث مشاء ثم اموالك ومقامك ووظيفتك وكل النعيم الذي انت تستمتع به فهو عارية من عند الرحمن ربنا يتنزه في ملكه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة وصدق الشاعر حينما قال وما المال والاهلون الا ودائع ولا بد من يوم ترد الودائع اذا رجعنا الى حياة الصحابة رضي الله عنهم خصوصا الذين ابتلاهم المولى عز وجل باخذ اولادهم اعداد كبيرة من هؤلاء الصحابة سجلوا في التاريخ صفحات مشرقة نذكر من بينهم مثلا ابو طلحة ابو طلحة هذا الرجل الصحابي الجليل كان متزوجا من امرأة اسمها ام سليم ام سليم هذه امرأة صالحة امرأة عابدة الرجل اذا اعطاه الله تعالى نعيم من نعيم الدنيا افضل نعيم بعد الايمان ان يعطيك الله امرأة صالحة امرأة مؤمنة امرأة تقية ام سليم كانت هكذا سليم ابنها الصغير كان عمره تقريبا حوالي خمس سنوات وكلما دخل ابو طلحة من العمل متعبا وهو عرقه يتسبب الا ويلتقيه الطفل الصغير ويعانقه فيقول ابو طلحة لقد نسيت الالم التعب الذي اقضيه اليوم كله في الحقل وفي الفلاحة وفي السوق كل ذلك التعب حينما اصل في المساء الى بيتي واجد ابن سليم وعانقه واشم رائحته ويضحك معي واداعبه يذهب عني كل الالم لكن السليم هذا يوما ما اصابه مرض حمى شديدة فكان يلتمس له الدواء ولكن المرض بدأ يتطور الى ان اشتد بالولد وفي يوم من الايام مات الولد بسبب الحمى وابو طلحة في عمله عاد كعادته من العمل لكي يلقى ابنه فاذا بزوجته ام سليم تخبر اهل البيت تقول لهم اياكم ثم اياكم ان تخبروا ابا طلحة بهذا الذي وقع اتركوا الامر لي انا سوف احدثه بطريقتي لما جاء الرجل المرأة قربت اليه العشاء صنعت له عشاء فاخرا مائدة فيها طعام فاخر فاكل وشرب وتنعم ثم ذهبت فتصنعت له احسن ما كان تصنع من قبل لبست لباس انيق واستعملت الحناء والعطر ثم جاءت عند زوجها وسألها ما حال الولد قالت لقد ارتاح تركته ارتاح ففرح قال لما سمع بان ابنه ارتاح فرح فدخلت معه في علاقة زوجية لما اكل وشرب ورأى زوجته قد تزينت وتعطرت اصاب منها في تلك الليلة وفي الصباح لما استيقظ اراد ان يطمئن على الولد فقالت له مهلا يا ابا طلحة اني اسألك سؤال قال اسألي قالت له ارأيت لو ان قوما اعاروك عاريتهم ثم طلبوا منك ان ترد اليهم عاريتهم هل تعطيها ام لا وحد الانسان وحد الارية اما وحد المكيناء او وحد المتاع ثم بغي ياخد العارية دياله قال طبعا اعيد العارية الى اصحابها فقالت له اذا فاحتسب ابنك ابنك عارية اعطاه الله لك ثم استرجعه لم يصدق ابو طلحة غضب غضبا شديدا وقال يا كدا وكدا خطبها بكلام مسيء قال تركتني حتى تلطخت بك ثم اخبرتني بان ابني قد مات فسار يصرخ و يصحب وخرج من بيته الى ان وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بمكان فماذا كان موقف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اطلعه الله على الحقائق وعلى الاسرار قال له بارك الله لكما في غابر ليلتكما بارك الله لكما في غابر ليلتكما عوض ان يعزيه بارك له تلك الليلة ان زوجته تزينت ثم مكنته منها وفعلا الذي وقع هو بعد ان دفن الولد ما هي الا بدعة اشهر والمرأة ظهر حملها ووضعت ولدا مباركا وسبحان الله هذا الولد فيما بعد صار من اهل القرآن وخرج من صلبه تسعة اولاد وكلهم كانوا من حفظة القرآن ومن اهل الفقه والعلم والحديث هذا الولد هذا الولد سمه عبد الله كان فيه نعيم ماذا يدل هذا الحديث هذه الواقعة على ان الله سبحانه وتعالى ينظر الينا ولو اطلعتم على الغيب كلنا نقرأ السورة الكهفي ونمر على قصة سيدنا الخضر مع نبي الله موسى الكليم عليه السلام لما قتل سيدنا الخضر الغلام قبض روحه ماذا قال لما كشف الله له المستقبل قال وأما الغلام فكان أبواهم مومنين وأما الغلام فكان أبواهم مومنين فخشينا أن يرهقهما طغينا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة لعل الله اطلع ورأى بأن هذه الوفاة تكون فيها خير ربنا عز وجل يعطينا بشارات من فقد ولدا لعل الكثير ممن يتابعنا الآن فقدوا أولادهم وأنا عشت مع العشرات من الناس من لا زال يبكون بعد مرور سنين وسنين وكأن الجرح وقع بالأمس البشارة التي يعطيها ربنا عز وجل أن الولد إذا توفي لا تظن بأنه يمكت في القبر وإنما ربنا يجعله يسبقك إلى باب الجنة فيفتح لأبويه ولعائلته الباب ويرزق مقام الشفاعة ليشفع لأهله ودويه مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس الصحابة سيّبنا النبي كان يعقد مجالس للذكر كان يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل كان يأتي بطفله دائما يستحب معه ولده الصغير وهذا الطفل كان كثير الحركة في المجلس النبوي في سكون في هدوء في طمأنين في خشوع لكن هذا الرجل يأتي بولده ويجعله يلعب خلف ظهره ويقعد بين يديه ويفعل كذا وكذا فالنبي الكريم شهد هذا المشهد قال يا فلان أتحب هذا الولد قال أي لعم يا رسول الله أحبك الله كما أحبه إن حبي له قوي أحبك الله كما أحبه وبعد مدة غاب هذا الرجل عن الحضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فلما سأل عنه الكريم قال فلان هلك صبيه مات ولده ولم يعد يحضر معنا حلقات الذكر فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لفقد هذا الولد فقال دلوني على بيته وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى البيت وقدم العزاء وهدأ الرجل فسيدنا النبي قال للرجل يا فلان أيهما كان أحب إليك أنت تتمتع بهذا الطفل عمرك كله أو تأتي غدا يوم القيامة فتجده على أبواب الجنة قد سبقك وفتح لك الأبواب أجبني هل تريد أن تتمتع به ثلاثين أربعين سنة أم تفضل أن غدا يوم القيامة تجده قد فتح الأبواب لك ولأهلك فأجاب الرجل قال بل أحب أن يسبقني إلى أبواب الجنة فيفتح للأبواب فقال هو داك إن شاء الله تعالى الأولاد الصغار لما يموتون إنما يسبقون والديهم ويفتحون لهم أبواب الجنة ربنا ربنا يقول أدخل الجنة بلا حساب ولا إقاب فيقول لا حتى تدخل أمي وأبي فأنهما أولياء نعمتي صحبي سمع هذا الكلام فقال يا رسول الله فدك أبي وأمي هل هذا الأمر خاص لهذا الرجل أم لنا جميعا قال بل لكل المسلمين لكل المسلمين فنعمة عظيمة جدا أن يتوفى لك الولد ويعطيه الله تعالى مقام الشفاعة ويفتح لك الباب ربما قد ينفعك هناك أكثر من من هنا هناك آباء وأمهات لا ينتفعون بأولادهم وبناتهم ربما كانوا مصدر إزعاج وربما مصدر تعب ولكن من مات في الصغر فإنه يكون هناك منعما حتى السقط حتى السقط إذا لم يكتمل عنده ست أشهر أو سبعة أشهر وخرج من البطن يسمى السقط وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسروره إلى الجنة إذا احتسبته أمه قد تكون زلت قدمها وهذا السقط يجر أمه بسروره إلى المصار يجرها لكي تدخل الجنة ولكن بشرط أن تحتسب أن تصبر وتحتسب لهذا قال صلى الله عليه وسلم خمس ما أثقلهن في الميزان خمس ما أثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه قد يكون هذا الولد الصالح هو سقطا لم يكتمل بعد وقد يكون رضيع وقد يكون غلام وقد يكون صبي وقد يكون شاب في كل الحالات ربنا يعطيك نعيم عظيم ولعل من أعظم النعم أن الله تعالى يكافئ الوالد والأم على فقدان أولادهم ببيت في الجنة من أعظم بيوت الجنة تسمى بيوت الحمد البيوت التي تتلألأ من بعيد بشرط أن يكون المؤمن حامدا مسترجعا قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قابضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول الله تعالى قابضتم تمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ربنا وماذا قال عني عبدي ماذا قال يقول يا ربنا حمدك واسترجع قال إن لله وإن إليه رجعون فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد أعظم بيوت الجنة تسمى بيوت الحمد توجد في بؤبء الجنة هذا لكل من صبر واحتسب أحاديث كثيرة في سنة النبي الكريم المطهرة تبين سعة رحمة الله بعباده المؤمنين وعظم فضله وإنعام عليهم فيها تذكير بأن كل ما أصابك هو خير وبعد الموت هناك البعث وهناك النشور يوم القيامة الناس يبعثون آمنين مطمئنين وعن النار مبعدين مزحزحين وفي جنات الفردوس فارحين خالدين نقول هذا الكلام بمناسبة هذا الحدث المؤلم الذي جعل الأسى والحزن الشديد يخيم على قلوب الناس بعد إعلان هذا الصغير هذا الملك الطاهر الطفل ريان الذي وفته المنية بعد أن سقط في البئر ورأينا الناس علقوا آمالهم أن يكون الطفل ما زال على قيد الحياة ولكن شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى أن ينتقل إلى الرفيء الأعلى فنحن نعز عائلته وأحبابه كما عزه كل الأخيار والأبرار إن العين لتذمع وإن القلب ليحزن وإن لنقول إلا ما يرضي الله وإن لفرقك يا ريان لمحزنون سبحان الله ورأى كل دارة نفعا عظيمة فهذه الحادثة المؤلمة تركت تفاعل كبير رأينا تفاعل كبير في المواطنين ورأينا حضور قوي لكل أجهزة الدولة من وقاية مدنية ومن درك ملكي ومن أمن وطني ومن سلطات محلية ومن مختلف الفاعلين الكل عبر على التضامن وعبر على القيم الإنسانية ورأينا متابعة للإعلام على المستوى المحلي والوطني والعربي والدولي وساعدنا ببلاغات العزاء التي توصل بها المغرب من مختلف جهات العالم عدد كبير من الدول العربية تبلغ العزاء ومن بينهم نذكر شيخ الأزهر أحمد الطيب الذي تقدم بالعزاء والموساة لملكي البلاد ولوالدي ريان ولشعب المملكة المغربية رأينا كذلك الرئيس الفرنسي إمانويل مكهون أيضا يعبر عن حزنه الشديد ويقول بأن فرنسا كلها مع المغرب ورأينا عدد كبير من الشخصيات في ميدان المال والأعمال ومسؤولين كبار بل نجوم ومشاهير في عالم الفن وكرة القدم يقدمون التعازي الحارة بالوفاة المفجعة لهذا الطفل ريان كل هذا على ماذا يدل يدل على أن الإنسانية هي دايما فيها قيم الخير وقيم المحبة وقيم الرحمة رغم أننا في بعض الأحيان لما نرأى المنافسة على الدنيا والصراع نقول بأن الخير لم يعد في الحياة بالعكس لا زل خير كثير في القلوب لا زل الناس فيهم الرحمة لا زل الناس فيهم العطف لا زل الناس فيهم خير عظيم وهذا الطفل ربما شاءت قدرة الله أن يحيي هذه القيم في القلوب فاللهم يا رب العالمين ارحم هذا الطفل ريان اللهم يا ربي وانظر له بعين لطفك وكرمك اللهم يا أكرم الأكرمين طوغ قبره بالنور واجعل عن يمينه نورا اللهم اجعله طيرا من طيور جنتك واجعله شفيعا لوالديه يا رب العرش العظيم اللهم عطر قبره برائحة الجنة واجعل جنة الفردوسي له دارا ومقر اللهم وأنزل السكينة على كل مصاب اللهم وألهم الصبر لمن ابتلي بفقد الأحباب واجعلنا اللهم من من يسبر على القضاء ويرضى بالبلاء اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها اللهم اجبر قسر قلوبنا وارزقنا أجر الصابرين المحتسبين يا أرحم الراحمين واجعل آخر أنفاسنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة